اشتركوا في القناة شافت الرؤى دي من شخص معين تعرف ان ان شاء الله في زواج قريب جدا من شخص معين بعينه او شخص محدد سواء كانت بتحبه او ما كانتش بتحبه بمجرد من تشوف الرؤية دي او الاحلام تعرف ان ان شاء الله في زواج قريب جدا من شخص معين كذلك الامر بالنسبة للشاب لو شاف اي رؤية من دول يعرف ان ان شاء الله في زواج قريب جدا من فتاة بعينها سواء كانت الفتاة دي بيحبها او كانت فتاة يعرفة في الحقيقة فبمجرد ما يشوف اي رؤية من دول يعرف ان شاء الله في زواج من شخص معين موضوع مهم جدا بس قبل ما اخشت على تفاصيل الفيديو المهم ده اتمنى ان تتصال على النبي عليه حفظ الله صلاة والسلام وتدعم الفيديو بلايك عشان يوصى الله يكبر قدره من الناس طبعا جات تفسيرات كتير جدا بخصوص علامات الزواج من شخص معين وفقا طبعا لمعايير اللي بيمر بيها الرأي ولكن يعني الاحلام الحديثة والاحلام المصدق بيها والاحلام اللي يتقاس بالمنطق وغيرها كتير جدا ولكن النهاردة هنذكر لكم اهم العلامات اللي بتدل على الزواج من شخص معين اولهم لما تشوف الفتاة في المنام فشتان زفاف وهي بتلبسوه لشخص محدد معناها ان ان شاء الله الحلم ده بيدل على قرب زواجها من الشخص ده في الحقيقة كذلك الامر الرجل او الشاب اللي شوف في المنام ان هو بيرتدي ما لابس خاصة بالزفاف وكانت الرؤية بالزفاف دي من شخص معين او واحدة معينة يعرفها في حياته يعرف ان ان شاء الله في حدوث زفاف وفي زواج من هذه الفتاة او البنت اللي شف معاه في الزفاف دي في الحقيقة ودي تعتبر اشارة كبيرة جدا باذن الله بالموضوع ده كذلك الامر رؤية الشخص في المنام ان هو بينتقل لبيت جديد وفيه شخص بعينه ومظهره جميل ده بيدل على يعني الحلم ده بيدل على ان الشخص ده يعني هيسعد بزكته يعني بالزيجة دي وبشخص معروف مثل ما شافه في الحلم بالزبط كذلك الامر الشخص اللي شوف في منامه ان هو بيشتري ملابس جديدة خاصة بالبيت ويعني ورؤية شخص يشتري معاه معاه الملابس دي ده بيدل على ان الرأي هيتجوز في القريب العاجل من هذا الشخص باذن الله كذلك الامر البنت العزباء اللي شوف في منامها ان هي يعني بتاخد هدية مجوهرات او اي شيء من شخص معين ربما كانت خاتم او اشياء اخرى وكان شكلها جميل وهي جبلتها ده بيدل على قرب زواجها من هذا الشخص يعني في القريب العاجل كذلك الامر البنت العزباء اللي تشوف في منامها ان هي بتجلز يعني بتنظر للقمر وكان بدوارها شخص جميل الشكل والصفات ده بيدل على ان هما هيرتبطوا في الوقت القريب بإذن الله وهيكون في زواج لهم في القريب العاجل كذلك الامر الشاب يعني البنت العزباء اللي شوف الشاب في المنام وليه صفات العلماء والصلاحين والشخص ده بيطلبها للزواج ده الحلم ده بيكون اشارة ودلالة على يعني على ان في شخص صالح هيتجدم للزواج منها وهي هتجبله بإذن ربنا عز وجل اخيرا العزباء اللي شوف في المنام مفتاح منزل جديد وهي بتمسك بي وفي شخص بيديها المفتاح ده معناه ان ان شاء الله هيتم خططها من هذا الشاب وهي هتدخل منزله في القريب العاجل بإذن ربنا عز وجل ربنا يبشركم بكل خير احباه في الله اتمنى ان انتو تكتبون احلامكم اسفل الفيديو علشان ان نفسرها لكم في اسرع وقته علشان الكل يستفيد وما تنسوش تشيركوا في القناة علشان قناتكم توصل لكبر قدر منكم من الناس وعلشان الكل يستفيد دمتم في راعة الله وامنه وللقى فيديو والسلام عليكم رحمة الله ربنا يبشركم بكل خير